في خطوة قد تنهي معاناة التنقل بين مناطق الشرق والغرب وفتح الأجواء بين مطاري بنين ومعتيقة تستمر الإجراءات لاستعناف حركة المجال الجوي بعد أغلاقه طيلة الأشهر الماضية مصلحة المطارات بحكومة الوفاق طالبت شركات الطيران المحلية بموافتها بمدى جاهزيتها لاستعناف الرحلات بين مطاري ترابلس وبنغازي لمعرفة مدى استعدادها لإمكانية تسير رحلات داخلية خطوة تزامنت مع إجراءات أخرى قد تعزز فرصة عودة الرحلات بين شرق البلاد وغربها حيث أعلنت مصلحة الطيران المدني التابعة لحكومة الثني فتح مجالها الجوي للطيران الدولي واستعناف حركة الملاحة بالمطارات الهيئة خاطبت مصلحة الطيران ببنغازي بفتح الأجواء للرحلات المغادرة والقاصدة ليبيا ما يعني السماحة للرحلات الدولية المغادرة للمنطقة الغربية بالذهاب مباشرة لوجهاتها الدولية دون الحاجة للهبوط في مطار بنينة إجراءات قبلت بترحيب واسع من قبل المواطنين خاصة مما لديهم حركة تنقل مستمرة بين المنطقتين الغربية والشرقية في وقت واجه فيه الليبيون صعوبات متعددة نتيجة أغلاق الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب واتباع طرق صحروية وعرة للوصول لوجهاتهم غير أن التحدي الأكبر وفق متابعين يتمثل في مدى التزام ميليشيات حفتر بعدم التضييق على المسافرين القادمين إلى مطار بنينة خاصة بعد حادثة منع طائرة الخطوط الإفريقية مؤخرا من الهبوط في مطار سبهة قادمة من ترابلس ضاربين عرض الحائط بقوانين الطيران المدني التي تجرم عرقلة حركة الطيران باستخدام العربات والأسلحة اشتركوا في القناة